اشتركوا في القناة وارجعت لكم بعد الفاصل اول حاجة هنعرفها هي ايه هي الفيلترز الفيلترز هي عبار عن او تأثيرات بنستعملها في تغيير شكل الصورة او الوانها نقدر نلاقي الفيلترز اللي موجودة في البرنامج عند الفيلترز مانيو ندوس هنا هنلاقي هنا كل الفيلترز اللي هنلاقيها في البرنامج اول فيلتر معنا في حلقة النهاردة هو البلور هنيجي عند فيلترز مانيو نختار من هنا بلور مانيو بعد كده هنلاقي هنا فيلترز كتير هنختار منهم بلور بس بعد كده هندوس عليها زي ما انتوا شايفين هنا وضوح الصورة قال هو ده الفيلتر بتاع بلور نيجي لتاني فيلتر معنا في حلقة النهاردة وهو ايم بوز هنيجي عند الفيلترز مانيو ونختار من هنا دي ستورتز ونختار من هنا ايم بوز وبعد كده هندوس هنا اوكي زي ما انتوا شايفين الصورة بقى كانها منحوطة على الحيطة نيجي لتالت فلتر وهو بيج كريل هنيجي عند الفلترز منيو نختار من هنا دي ستورتز نختار من هنا بيج كريل وبعد كده هندوس هنا اوكي زي ما انتوا شايفين بقى اتعاملة زي الورقة اللي بتتقلق نيجي لرابع فلتر وهو السوبر نوفا هنيجي عند فلترز ونختار من هنا لايت انت شادو ومن light and shadow نختار من هنا super nova هيظهر لنا الديالوج بوكس بالشكل ده هنختار من هنا المكان اللي هتظهر فيه النقطة دي انا مثلا هحطه في النص وبعد كده هدوس هنا اوكي زي ما انتوا شايفين ظهر معايا ضوء من النص زي النجمة نيجي لخامس فيلتر معنا في حلقة النهاردة وهو الفيلم ستريب هنيجي عند filters ونختار من هنا combine وبعد كده من هنا هنختار film ستريب وندوس عليه هتظهر لنا قيمة بالشكل ده هنلاقي هنا اسم الصورة الاولانية واسم الصورة بعد التعديل عشان هو هيعمل لنا صورة جديدة فيها التعديل الجديد بعد كده هندوس هنا اوكي زي ما انتوا شايفين عمال لي صورة جديدة وفيها الفيلتر اللي احنا طلبناه اللي هو على شكل فيلم زي ما انتوا شايفين نيجي لسادس فيلتر معنا في حلقة النهاردة وهو wave هنيجي عند filters menu وهنختار من هنا artistic ونختار من هنا wave وبعد كده هندوس هنا اوكي زي ما انتوا شايفين شكل الصورة تغير وبقى اتعاملة زي القماش المنسوج نيجي لسابع فيلتر معنا في حلقة النهاردة وهو old photo ده هيخلي الصورة شكلها قديم شوية هنشوف كده هنيجي عند filters menu نختار من هنا decor ونختار من هنا old photo وبعد كده هنختار دي لو ما كانش بتعلم عليها نعلم عليها علشان يعمل لنا صورة جديدة وفيها ال effect اللي احنا عملناه وما يعدلش على الصورة الاصلية وبعد كده هندوس هنا اوكي زي ما انتوا شايفين زهرت معايا صورة جديدة وعليها الفيلتر اللي احنا استعملناه زي ما انتوا شايفين الصورة شكلها قديم شوية ودي الصورة الاصلية نيجي لثامن واخر فيلتر معنا في حلقة النهاردة وهو هنيجي هنا عند filters نختار من هنا map ومن هنا نختار map object هيفتح لنا بالشكل ده من هنا نقدر نختار شكل الصورة النهائي يا اما تبقى box يعني مكعب يا اما تبقى slender يعني شكل استواني بالشكل ده بعد كده هنيجي عند orientation وهنسيب position زي ما هو وهنيجي هنا عند rotate هنيبدأ لنحركها شوية بالشكل ده عشان تدينا شكل مختلف في الاخر وبعد كده هندوس هنا اوكي زي ما اتوا شايفين الصورة بقت على شكل سلندر او على شكل استواني وبقت الصورة مبوعة في كل حتة على الشكل الاستواني وبكده تكون خصت حلقتنا النهاردة ياريت لو تعملوا like و share و subscribe وتستنونا في الحلقة اللي جاية علشان الحلقة اللي جاية هتبقى مهمة جدا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة